يعني فيسبوك بساعدها إنستجرام تعرض عليه خدمات ليش؟ لأنه هي بتحكي أمال عن تصنيع غذائي كيف تختار مشروعاً منزلياً يعزز من دخلك مع إناس غزال من استشارة أعمال وتنمية مهارات أفراد وبناء علامة وشخصية؟ أهلاً وسهلاً أهلاً فيكم شرفتين أسبوع الخير شخص بارك الله يخليك صباح الورد يعني بالبداية خلينا نصنف هذه الأعمال المنزلية لما نقول الأعمال المنزلية لما نقول إنه بدأ نحكي عن كيف الواحد يختار مشروع مناسب لإله من وين لازم نبدأ؟ أولاً لازم يعرف شو قدراته شو مهاراته ايش توجهه ايش الفئات اللازم يستهدفها في عندك أربع أقسام لأعمال المنزلية اللي هي المهن الفكرية الاستشارات والغرافيك والشغلات هاي عندكم التصنيع الغذاء زي اللي بتعمل مخللات بتعمل مخبوز بتعمل أشياء زاكية عندك الحرفة اليدوية زي الكروشة زي النحط زي الشغلات هاي وعندنا كمان الخدمات المنزلية صناع الكهرباء خدمات منزلية تنظيف والشغلات هاي تمام يعني هذول هن كلهم بندرجوا تحت الأعمال الممكن أن تتموا مزاولتها بخلال وجودك بالمنزل مزبوط مزبوط نعم ناس دراسة السوق يعني كيف ممكن لست أو رجل طبعاً نحن نحن نخصص الحكي بس للسيدات ممكن يكونوا رجال ممكن يكونوا فتيات ممكن يكون أي شخص يريده يبدو مشروعه المنزلي من داخل منزله كيف بدرس السوق شوف أقول لك شغل نحن نحكي عن مشاريع متناهية الصغر فأنا أحملها في فوق طائدتها وأحكي دراسة جدوى والحكي هذا ما سيكون عرفت ولكن ستكون حسب الحاجة وحسب المهارة الموجودة عندي وحسب إيش أنا قادر أقدم للسوق سواء كنت رجل أو إمرأة اليوم لما تطبخ واحدة ستشوف على الصفحات والتواصل الاجتماعي بتقول مين أكتر ناس بتطبخ وبنفس الوقت أنا في إيش في أقدم كل واحدة يجبني بقولون إلا نفسها عامل الكهرباء شو بديعمل دراسة جدوى وديعمل دراسة سوق ولكن بقول أنا بأعرض خدماتي للسوق بهالطريقة هاي لإني أنا هذا اللي عندي إذا إحنا نحكي عم مانع عن حرف وعم نحكي عن شغلات بسيطة كثير عارفت علي هلا إذا دون فرع للدراسات والشغلات التانية هاي إلها أسلوها الخاص نعم ولكن اليوم هناك خطوات لازمة مثلا للدراسة خلينا نقول يعني أنا ليش بأفتح على سبيل المثال مطبخ إنتاجي إذا مش حاسة إنه السيدات اللي حوالي والعائلات اللي حوالي محتاجين لجبنة نبلسية مضبوطة للبنة جرشية زاكية لجميد معمول على أصوله وهكذا شهة شفتي فدحتي قبليت وعا الصبح أكيد هلا فيه هي بتنضم مثلا نخلينا نقول سيدة على مستوى مخبوزات أو نحكي أجبان ماشي ألبان وأجبان فيه فيه جروبات بتعمل دراسات استفتاءات عن طريق الجروبات بتعمل زي سيرفي صغير أنا بدي أفتح مصلحة كذا للناس هل أنتو مهتمين فيها؟ مين مهتم؟ تعمل بول استطلاع ماشي هذا البول كثير فيها تعمله طبعا على المنصات اللي هي تستهدفها اليوم مش أي منصة فينا نحكي إنها تستهدف كل أنواع الأعمال يعني فيسبوك بساعدها إنستجرام تعرض عليه خدمات ليش لأنه هي بتحكي أمالة عن تصنيع غذائي هلأ مثلا تحكي كوافيرا بتسأل صاحباتها بس كوافيرا أتوقع لازم يكون برضو إلها حيثياتها الثانية هتقول أنا مثلا بصير أقول لك شالي وشالي بصيره فعليا اليوم غادا شطورة بالكيك ماشي وطعامة بيجو عندها العيد ميلادات بيجو عندها الضيافات يا غادا كيف تعمل؟ يا غادا لماذا تبيعي؟ يا غادا لماذا تعملي؟ تكبر براسة القصة تقول خلينا على مستوى دائق كثير على مستوى الدائرة المغلقة القريبة تبعتي اللي هي أصدقائي محيطي جيراني بصير تعمل بصير تعمل بصير تعمل تشوف شو رد الفعل للناس تشوف الناس تعمل تستمونية لشهادات أنه غادا أكلها بشهي بصير يجعلها فيه دباك عرفت شو أصدقائي؟ طبعا تصير تكبر شوية شوية لأنه هي متناهية الصغر يعني كما أقول لك هناك نحن نحملها أكتر من طائطها ولكن هي تعمل بالمتاح عندها صحيح؟ نعم اليوم بالنسبة للجانب القانوني أكيد يعني فيه ترخيص معينة صارت تعطى للمشاريع المنزلية إذا محضرتك عندك اطلاع على بعض هذه الأشياء؟ أكيد هي لازم تروح على أمانة عمانة تقدم تسجل بغرفة التجارة والصناعة تقول أنا بدي أفتح رخصة منزلية مؤسسة إذا مؤسسة غرفة التجارة والصناعة إذا شركة كانت شركة فيها أفراد معها تروح على دائرة مراقبة الشركات نعم أوكي بتاخدها بتروح عليهم بتقدموا رأيها ثبوتية بيعطوها أوكي مبدئيا بتحط اسم سجل تجاري اسم لها تدفع اللي عليها بيجي مراقبة عليها يشوفوا من الانسبكشن يشوفوا هل المكان اللي هي عم تيشغله يتناسبوا مواصفات المهنة أو الخدمة اللي عم بتقدمها فإذا كانت هي أو هو عم يشغل مكان يتناسبوا بالمعايير المطلوبة من الدولة أعطوه الأبروف عليها طبعا بتطلبوا منه شغلات ثانية يعني أنه يكون نقول شو مواصفات المكان مواصفات المكان إنه يكون عنده إذا كان مستأجر ياخد عدم ممانع من المالك تمام إذا هو صاحب المكان عقار صاحب العقار لازم يجيب سند أنه يثبت أنه ملكيته صحيح بنفس الوقت لا يضرب الجيران يعني لا يزبط أنك أنت يفوت عليك ناس سريد ترفيك بالمكان تشغل مساحات تعمل أزمة بالشارع وبنفس الوقت تعمل إزعاج للجيران للجيران بالنفس الوقت يكون معطيات السلام العامة يعني لازم عندك طفاية الحري لازم يكون عندك المخرج الأمور هاي مراعاة النظافة العامة يعني اليوم إذا بدأ تفتح مطبخ خلينا نقول لك هذا دعم الألبان وأجبان صح؟ فلازم عندك هيئة الموصفات والمقاييس تكون قالت لك أوكي والغذاء والدواء لأنه في شروط ومعايير معينة لازم تكون موجودة تمام يعني بترفو ربما إحنا عم نحكي عن هذه المشاريع المتناهية الصغر واللي ربما تكون بسيطة وبرأس مال غير موجود أحياناً السفر سفر ولكن فعلياً هناك العديد من هذه المشاريع اللي كبرت إحنا في عنا العديد من المشاريع اللي أنا يعني بعرفها وشاهدي على تطورها تطورت وصارت موجودة حتى ببلاد عربية أخرى صح فاليوم عشان بدنا نحكي عن استمرار هذا المشروع تحسينه وتطويره لإيش لازم يكون وعيين شوفي من جمالية العمل من داخل المنزل عدة عوامل خلينا نحكي عن إيش العوامل عشان هي بتوصل لإيش للنتائج الجميلة هاي بتحكيها حضرتك أول إشي إنه التكلفة تكاد تكون معدومة لأنه بسع الرخصة بحط ألف ولكن هي غير مقبوضة ولكن مرات الموظف الدولي بقول لك لا بدنا تورجينا عارفتي علي فهي فعليا سفر خلينا نقول سفر قيمتها اللي تكلفة إنشاءها تنين عندك إنه هي بتساعدك إنك اليوم تختبر السوق أنت قاعدة بالبيت تجربة يعني تخطئ وتصيب عارفتي تلاتة بتقدري أنك تتعلم وانت دوري بروسس زي ما بيقول وخلال بعملية ممارسة المهنة هاي اللي عم تشتغل عليها انت عم تتعلم فش بصير عندك عملية تطور بتفتح لك آفاق بتقول أنا اليوم كنت أشتغل تعليم ذاتي ليش أنا ما أروح أتعلم على جهات أخرى فبصير تطور أكبر الرخصة الجميلة شو بتعملك فيها إنك اليوم انت أخذ صبغة شرعية تحميك وتدعمك فاليوم انت لما تخون انت في صبغة شرعية عن طريق التراخيص عن طريق انت تفتح مثلاً لغير بلاد طب انت كيف تدن لغير بلاده تعرف عنك لازم يكون اليك تواجد عبر منصات التواصل الاجتماعي حسب المهنة التي انت فيها يعني في بلدان بتهتم بالفيسبوك في بلدان الخليج ما بتهتم بالفيسبوك مثلاً فإذا انت استهدافك ناس خارج الأردن دول الخليج لا بتروح انستجرام وإذا انت استهدافك الأردن السوء الأردني فيسبوك وانستجرام حسب قلنا إذا هي أعمال حرفية ومنزلية نعم كيف صاحب هذا المشروع المنزلي سواء سيدة أو رجل بده أو بدها تتميز في سوق العمل يعني إذا عم تقدم منتجات غذائية خلينا نحكي بتقدم طبخ معين هي عم بتشوف في من منطقتها في الحي اللي هي فيها في كمان سيدات أخريات أيضاً عم بقدموا طبخ كيف بدها تتميز كيف تتميز علامتها التجارية كيف بدها تنافس كيف بدها تكون مختلفة لحتى تضمن الدخل أول شيء يجب أن تتميز حالها كعلامة شخصية هي أولة آخر هي الفيس أوف هير براند هذا ما فينا نختلف عليه ويجي المنتج تبعها فاليوم هي سفيرتها فلازم هي تقوي علاقاتها كتابة تصير تروح على بزارات وتشارك تصير تتجارك بجمعيات تصير تعمل إلها شبكات علاقات جميلة جداً عشان تورجي أنا شو عندي منتج ويكون عندها تسويق عالي اليوم لازم معلش الناس بتقول لك لا أنا أميكانيتي ما بتسمح سوري بس هذا بديك تصرفي عليه لا يصرف عليك صح؟ اليوم عملية التسويق إذا جارتك بتعمل أكل بجنن على عين وراسي بس ما عم بتتسوي عم يجيه على وردوف ماوث عم كل واحد بيحكي للتاني ما عم بتميز حالك ما يجب ولكن اليوم انتي لازم تكون متميزة انك تواكبي عملية التطور في هذا القطاع بهذا العالم الجديد لإلنا نعم نعم يعني ترفي ربما بالصباح كنت عم بحكي مع زميلي هيثم على فكرة انه احنا نعتقد انه في كتير ربما مطابخ انتاجية في كتير سيدات صاروا يعملوا بالبيوت ولكن عم بتشوفي انه الطلب كمان عم بزداد طبعا يعني لو انه كل سيدة ربما مش قادرة انه تنفذ عدد طلبات معين اكتر من 20 طلب مثلا باليوم او 15 طلب باليوم فهو يعني من الأعمال المميزة واللي زي ما حضرتك تفضلتي متنامية و احنا عنا اصلا كيس ستوديز حقيقية عنا صديقتنا يار عبيدات رائعة يار عبيدات اللي بلشت من بيتها على عيد ميلاد بنتها بتقولك ان عندها دهان بالبيت قررت انها تعمل الكيكة ومن وقتها بدت تأخذ الفكرة منحة جدية عندها بدماغها عرفتي علي فما بتعرفي مرات الفكرة تأتيكي مثل هذه سأقول لك شغل اجواب لك كلام حضرتك انه اليوم في طلب على الأكل لانه حياة صارت مزدحمة طبعا لا انا ولا انتي ولا هو عم بلحق مثلا يعمل الأشياء بإيده صار بحاجة من يسانده سواء على مستوى تنظيف شخصي تنظيف خدمات منزلية للبيت سواء عن طريق مصلح كهرباء سواء عن طريق الأكل والشرب سواء عن طريق أي شيء بتحسوا انت بالنسبة لكم كان زمان أي شيء من جزء من تكوين المنزل هلأ صار متطلب انه يجي خدمك في مهدم البرج وخاصة الأكل يعني اليوم عم نشوف هذا الجيل مهتم جدا انه يحصل على أكل بقيمة غذائية معينة أكل بيت ونظيف يعني صاحب الأذيب الجيم تحس طبعا في اهتمام كتير حلا في أكل الجيم كمان في ناس متخصصة كيتو في ناس متخصصة للجيم وبالكاربس وبحرق وقديش بيعددلك الكالوريز انه بيحكولك بصطبيخ بيت أظنني أنا مبسوط من طبيخ البت طبيخ المطاعم وجع البطن ما احترام لإنما اللي بحكوا إيناس خربت علينا شكرا جزيلا شكرا جزيلا أستاذيلي إليك شكرا لإلكم شكرا لإلكم أهلا وسهلا